بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال برقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة والذي يتزامن مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير وقد أكد رئيس مجلس النواب في برقية على تخليد ذكرى شهداء رجال الشرطة الأبرار الذين قدموا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس وتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل والشعب المصري العظيم بهذه المناسبة